يا ماما انت خرجة ولا ايه؟ ايه يا حبيبي هروح للسعاد وبعد جدا هروح اجيب مليكة ماما من فاطلك؟ سيبيها لحد ما هيتركحة بنفسها يمكن ما ترجعهاش انا ما نمتش مبارح لو ما رجعتهاش انا هتصرف طيب ماشي يا سيهام تعالي فتحي الباب حاضر يا مدام بالهام يا حبيبي اهلا اهلا حمد الله على السلامة الحمد لله يا مدام النهلة حمد الله على السلامة نهلا سيليم ايه مفاجئة دي؟ حمدين ايه؟ احشتوني ايه حبابتي احشتيني كبيرنا قوي سيليم ازاك يا يحيا ازاك يا اعمل ايه؟ الحمد لله عمد لله سيليم ما كانش بيبطل يتكلم عنك طول الوقت سيليم ده ابني مش ابني شاكر عارف يا يحيا انا لو كنت شفت في عين شاكر الحب اللي انا شايفا منك ده لسليم كنا زماننا عايشين هنا دلوقت ليه بتقولي كده اناعلم ده شاكر روحه في سليم كمان شاكر ده ابو ملوش مسيل انا قادرة واحدة بشاكر عموما ربنا يهدي النفوس سولي عايزك تستناني بقى لما ارجع نتمرن زي زمان اوكي؟ مش ماما عشان خطر اللي اتفقنا عليها تعمل ايه حاضر يلا مع السلامة مع السلامة يا حبيبي ايه يا بنتي ايه ده مش انا اكلمتك الاسبوع اللي فات وانتي قلتلي انك انت مش جاية انا قلت عملها لكم فجأة بقى وفجأة حلو قوي حبيبي امه الفين شاكر انا مش شايفاه اه اصل شاكر امبارح شاكر اتأخر انا استنيته كان تعبان أنام فى المكتب هوا متعاودي ينام فى المكتب اه كثيرة اوي اوي بأنيتعم بنام فى المكتب أفاظ يا سيدين revenues تعالوا 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 وzetوحشيني تبتعملي ايه هنا مالك ايه لقتي ليه انت شغال في قضايا شمال ولا حاجة مالوش لازمة الكلام ده ولو تقصدي على الورق القديم اللي انت لقتيه ده مايخصنيش دي قضايا كاتمعروضة عليها ورفضتها رفضتها رفضتها ازاي شاكر ده انا شايفة مذكرة بخط ايدك هنا ويه يعني انا فعلا كتبت حاجة بخط ايدي بس مجرد ما لقيت ان القضايا غلط انا اعتذرت عنها انت بقى اللي ختيها حجة عشان تاخد ابني وتهرابي بيه وتروحي تعيشي مع اهلك في كندا صح انت صح طنطق الهام بتقول انك بتقعد في المكتب كده الفترات طويلة يا طرى بقى بتقعد في المكتب لوحدك ولا حد بيقعد معاك يا ريت احترمي نفسك والكلام ده غير مقبول وبعدين انت راجع ليه عشان تسمميني بالكلمتين دول عايزك تعترف بحقيقتك وتقول انك خاين احترمي نفسك واختري الفاظك كويس انا مش خاين الخاين اللي فجأة كده ياخد ابني من حضن ويهرب بيه برا البلد وبعدين انت سبتيني ليه يا لأ لأ عادي كل الناس بتغلط كنت ممكن كاميراتي تعودي معايا لغاية ما صلح غلطي انت لو كنت قعدت انت وسلين كانت حاجات كتير اتغيرت وحاجات اكتر ما حصلتش انت هتضحك علي الشات كله بتواريخه كنت انا لسه موجودة معاك بس الهانم جمانة مسحة اسمع من على الشات ممكن بقى تقول لي هي مين الحلوة دي؟ نهلة روحي اعودي عند اختك لغاية ما خلص اوراق الطلق وابعتها لك انا لو عليا مش فارق معايا بس اللي فارق معايا امك الغلبانة واخوك المحترم هتقول لهم ايه؟ متقليش عليهم متقليش عليها اظن انا كبير بما فيه الكفاية اللي خليني اعرف ان اقول لهم ايه اشتركوا في القناة